بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا يوم السبت ده يوم أصحاب السعادة وأصحاب السعادة ليهم حظ كبير معانا سواء اللي كانوا مقبلين على الزواج أو كانوا اللي بيعيشوا في حياتهم الزوجية وعايزين يحسنوا منها ويصلوا إلى مسألة أنهم يحصلوا مدد ربنا اللي في قوله تعالى واجعل بينكم مودة ورحمة وعشان كده يوم السبت هي حلقات أصحاب السعادة وإحنا قررنا من السبت اللي فات أن احنا نبتدي شيء اسمه التمهير الزواجي يعني ايه التمهير الزواجي مالوش دعو بالمهر لكن التمهير الزواجي أن احنا نكسب المشاهدين ونكسب حياتنا وكل من أراد أن هو يحسن حياته الزوجية هذه المهارات تساعدوا على أنه يتحسن في حياته الزوجية ومبنية على هرم الحب هرم الحب بيقول إيه؟ هرم الحب الحب اللي هو جامع ما بين المودة والرحمة وكمان السكينة اللي ذكرها مولانا سبحانه وتعالى فات سورة الروم ايه بقى الحكاية دي؟ احنا قلنا أن الحب اللي بيعيش به الأزواجي الحب الحياتي الحب الحقيقي أن الحب عندما يكون الحب حقيقة وليس الحب فكرة ولا الحب تخيل لكن عندما يكون الحب حقيقة ايه لما يكون الحب حقيقة بنعمل ايه؟ الحب بيكون أربع أضلاع الضلع الأولاني هو ضلع في الحقيقة يتعلق بمسألة الأمان وإحنا في الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن مهارة التأمين الزواجي ثم الاهتمام ثم الاحترام ثم التقدير والنهاردة هنتكلم على مهارة احنا سميناها مهارة الاهتمام الزواجي إزاي يبقى الزوج مهتم وإزاي الزوجة تبقى مهتمة وإنتوا بتسمعوا كتير كلام كتير عن الاهتمام هو مش مهتم بي وأنا عاملة زي قطعة الأساس في البيت وساعات هو لو كان مهتم كان سأل هو لو كان مهتم كان عمل إزا الاهتمام دي حاجة أساسية في مسألة الجواز وذلك هو الضلع أساسي في مسألة الجواز وكإني بعد الأمان عايز توصل وتكمل في مشروع الحب لازم ندخل على مسألة الاهتمام إيه اللي بيحسس الزوجين إن مفيش اهتمام زواجي يعني إيه اهتمام إنك تحسس الزوج إن الزوج يحسس زوجته والزوجة تحسس الزوجة إن هم مهمين إن هم حاجة لها قيمة كبيرة في حياته ودوة مهمة جدا 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 ليه؟ كل واحد لما بيجي يتجاوز بيتجاوز ليه؟ بيتجاوز عشان في الحقيقة يحس إن هو أضيف إليه حاجة تفتح عليه أبواب السعادة وهي كذلك لما بتتجاوز هي بتتجاوز وعشان كده هي بترفع سأفتها وقعتها ليه؟ لإن هي عايزة القيمة دي تفتح لها باب السعادة وعشان كده الله سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها يعني إيه؟ يعني فيه قيمة إضافية فيه نعمة فبيبقى مشكلة لو أحد الزوجين حس إن هو مش نعمة أو إن هو ربنا سبحانه وتعالى ما فتحش عليه وداله نعمة وعشان كده إيه اللي بيحسسنا بعدم الاهتمام في الزواج؟ فيه سبع حاجات بتحسسنا بعدم الاهتمام في الزواج أول حاجة الإهمال إيه الإهمال ده؟ إن الواحد يحس إن هم مهمل ولا حد بيسائل فيه ولا حد بيشوفه والإهمال ده على فكرة بيأكل مشاعر الزوجين تاني حاجة على طول الانشغال يبقى عند أول حاجة الإهمال تاني حاجة الانشغال ودايماً بيبقى فيه مبرر جاهز خصوصاً عند الرجالة أصدق أنا الشغل واخدني وأنا ما عنديش وقت وهي برضو عندها شغل البيت واخدني فأنا ما عنديش وقت فالتنين منشغلين أنا عارف الكلام ده ما بقدرش أفهمه لما افتكر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إزاي وكان مهتم بزوجاته وإزاي كان هو في عملي في مهنة أهله يعني بيخصص وقت الأهل بيته فإزاي ما حدش يجي يقول لي إنه هو منشغل فأنا مش قادر أفهم إن الزوج والزوجة بيقولوا لي إنه هو منشغلين ما غير ما حد يزعل أرجوكم ما حدش يزعل لكن أنا بقول لكم إيه اللي بيحصل لما يحصل الإنسان يحس بإنه هو مالوش اهتمام مش مهم في البيت لما يكون فيه إهمال ولما يكون فيه انشغال ولما يكون فيه نسيال ننسى الحاجات المهمة بقى ننسى بعض الذكريات المهمة ننسى بعض الأشياء التواريخ المهمة ونقول برضو الإنشغال يجيب نسيال فلما ينسى تاريخ ميلادها ينسى تاريخ الجواز ينسى إن هي بتحب الحاجة الفلانية ينسى إن فلان دوت كان هو دوت اللي جاملنا في زواجنا نسيال يحس إنه هو مش مهم وينسى الذكريات المهم الحاجة الرابعة لهجران إن يهجروا بعض ويا سلام لما هجراني وطول يحس إنه هو مش مهم ما هو ما بيسويش حاجة عنده وعشان كده هجرن ودي حيلة مشهورة جدا جدا عشان المتخصمين يحسسوا بعض بأهمية بعض إنه هو يبعد عشان هي تحس بأهميته والله ما بيحس غير بإنه هو مش مهم الحاجة الخمسة في الحقيقة التأخر التأخر في الترضية التأخر في إنه هو يستجيب للحاجة التأخر الحاجة الخمسة التأخير هو يعمل الحاجة بس إيه اللي يحصل يأخر الحاجة يأخر الحاجة ليه عشان ما تحسش إن إيه إن كل حاجة عايزها تطلب بسرعة فيتحس إنه مش مهم فالحاجة لما تيجي في غير وقتها إيه اللي حاصل ما يبقاش ليه أهمية وما تحسش بطعمها رقم 6 الحاجة مهمة جدا 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 هي مسألة إيه يبقى التأخر كان رقم 5 رقم 6 التأخير رقم 7 والأخيرة الأنانية والبخل يا على الأنانية والبخل لما الواحد يبقى أناني ويبقى بخيل وأنا خليت لأتنين مع بعض لإن الأنانية كمان بتعمل بخل في المشاعر في إيه اللي حاصل فيحس إنه هو مش مهم خالص في شريك حياته إنه أهم حاجة هو نفسه يجيب لبس نفسه فيحس إنه هو مش مهم الطرف الآخر يجيب أكل نفسه يهتم بنفسه يهتم بالشيكته يهتم بكذا فالطرف الآخر يحس إنه هو مش مهم السبع حاجات دولة اللي هم الإهمال الإنشغال النسيان الهجران التأخر والتأخير وكمان الأنانية والبخل الحاجات السبعة دولة في الحقيقة هم اللي بيخلوا الأزواج في الغالب يحسوا إنه هم ما لهمش أهمية طب نعمل يبقى إزاي نتعلم بقى تعالوا نتضرب بقى كل واحد بقى يشمر إيديه ونيجي مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونيجي كمان مع كتاب الله ونشوف هنبقى إزاي عندنا مهارة الاهتمام الزواجي أول حاجة إزهار الأهمية في الحياة وإن نشرك حياتي قيمة إضافية ليا زي ما القرآن بيقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا يبقى كل واحد فينا لازم يحسس التاني إنه هو مهم فاكر حديث السيدة عائشة لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر السيدة خديجة كثيرا ويثني عليها لما قال نصرتني حين صدقتني حين كذبني الناس وأزرتني حين وأعطتني حين منعني الناس فالسيدة عائشة وارد فقالت له كثيرا ما تذكرها وقد أبدالك الله خيرا منها فحضرت النبي قال لا والله ما أبدالني الله خيرا منها وإن حصل وهي وصفتها بأنها حمراء الشدق لكن حضرت النبي قال قد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالي إذ حرمني الناس ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء فشوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عارف إيه فبيبعث رسالة لكل الناس حسس زوجتك وحسس زوجك إنه هو نعمة إنه قيمة إضافية من غير مناسبة نعمل الكلام ده من غير مناسبة مش لازم يبقى فيه مناسبة وأعمل كده لما كل واحد فينا بينتظر المناسبة بييجي بعد كده كل واحد فينا منتظر إن كل واحد يعمل الكلام ده لا من غير مناسبة نقرر كل يوم إن احنا نعمل الكلام ده مرتين في اليوم مرة في الصبح ومرة بالليل إيه يعني إيه الاهتمام ده تبيان إن زوجي أو بيان زوجي إنه هو نعمة وبيان زوجت إنه هي نعمة حاجة كده من باب عبادات البيوت عبادة في البيت كده إن أنا بيينه اللي هو مهم في حياتي إن أنا بيينها إنه مهمة في حياتي إنه فتحت لي باب النعمة زي إيه ربنا رزقني بيك العفة ربنا رزقني بيك الأمان لازم نقول لبعض كده لو ما قلناش لبعض كده ما حدش فينا هيحس بأهميته للتاني يبقى ده رقم واحد يبقى إحنا لازم نبين الأهمية والقيمة الإضافية في حياته تاني حاجة سرعة التلبية والاستجابة للمطالب يا سلام لما زوجة مثلاً والله هقول لكم حاجات بسيطة عشان تعرفوا بس إحنا قد إيه يا سلام لما زوجة خارج من القوضة كده وهو عارف إن هي بتحب إن هو يطفل نور فمشي ونسي وهو قصد وقال لي مش مهم بقى يعني مش لازم كل حاجة تطلبها أعملها لها لحسنتي تدلع فرح سيبها وما تفاشي النور هي تحس بإيه بقى تحس إن هي مش مهمة إيه ده الحاجة بسيطة دي إيه شغل للعب العيال ده مش لعب العيال ده هي بتحس إن هي مهمة لما أنت تلبيلها حاجة الحاجة لما أنت تقوم تكون في مهنة أهلك فتاخد مثلا الأولاد تقعد تنادي على الأولاد يا أولاد يا أولاد حد يخرج الزبال فييجي هو يروح مخرج الزبال لبرة البيت هيتحس إن إيه إن كلامها مهمة هي شخصية مهمة في البيت وهو لما هي لما هي تعمل كده هو بقى لما ييجي إيه هو يبص يلاقي هي بسرعة رح تبعد ما أكل رح تجايبها لكم بيت الشاي إيه ده ده أنا مهمة بقى ده من غير ما بطلب اللي بيحصل ده بيحسس في البيت إن حاجة مهمة وإنت لازم تكون فاهم كده وهي لازم تكون فاهمة كده ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه يحصل كان يسارع في تلبية حاجات أهل بيته السيدة عائشة تحب إن هو حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما تحب إنه ويسابقها يسابقها فلما تيجي تسأله كيف حل العقدة يا رسول الله عقدة المحبل في قلبه ويقول كما هي يا عائشة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يختار لها دلعة فيقول لها إن هي يبين لها ده الحاجة التالتة بقى يبقى أول حاجة ببساطة خلص يبقى أول حاجة وقلنا عليها إيه إظهار القيمة الإضافية والأهمية تاني حاجة سرعة تلبية المطالب والاحتياجات إحنا على فكرة الحقيقة يعني أنا عايزكم تقولوننا الكلام اللي أنا أقولوا أقولوا النهاردة بسرعة بس أنا عايزكم لو إن كنتوا عايزين كل واحدة من دي لأن كل واحدة من دي مهارة بس النهاردة هنحاول ننم هذه المهارة كده لو عايزين كل مهارة نفردها بكلام وبتدريبات وبشوية مهارات ابعتوننا على صفحتنا وإحنا هنعمل الكلام ده يبقى أول حاجة قلنا أو الجزء في المهارة دي أو أول عنصر أو أول سلوك في المهارة دي إظهار إن الزوج والزوجة خيمة إضافية بعيد بقى عن الكلام العبسي اللي إحنا قاعدين من نسمعه الأيام دي إحنا منركز على إن إحنا فعلا لازم كل واحد فينا نحسس التاني إنه هو نعمة من ربنا لإن ربنا عمل كده ربنا هو اللي جوازنا بدل الكلام العبسي بقى ومبالغات الذي لا يسال معنا لا الجواز نعمة وكل واحد نعمة يبقى كده نفهم بعض ويبقى ده متبادل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف هو ده الكلام المتزن تاني حاجة ببساطة خالص إننا أسارع في تربية في تربية حاجة شريك حياتي سواء الزوجة أو الزوج وإحنا ضربنا أمثلة وإحنا لا عايزين بعد كده نفصل نفصل تالت حاجة التأكيد على الأولوية في الحياة يعني هي في ترتيب أولوياتي دايماً الزوجة يشتكوا يقولوا إيه بقى الزوجة تقول إيه ده أمه أهم أمه أهله أهم عنده مني ليه طيب وتقوله هو مش مهتم بي فلما نيجي نسألها في جلسات الأشياء الزواجي تقول له لا أهله أهم مني أنا مش في أولوياته الشغل أهم مني يا هو بقى هو يقول لا الأولاد أهم مني فيا تفتيك يقول له أنت بتغير من أولادك لا هو جزء من فهمه للاهتمام أنه يبقى أولوية في حياتك جزء من فهمها الاهتمام أنه يتبقى أولوية في حياتك ولذلك ببساطة خالص حضرة النبي يسألوه من أحب الناس إليك يقول عائشة قالوا ليس على هذا نسألك يا رسول الله أنا فهمت كده كلام حضرة النبي أنه إيه بقى أنه هنا صلى الله عليه وسلم عايز يبين إيه اهتمامه بالسيدة عائشة عائشة قالوا ليس على هذا نسألك نسألك عن الرجال قال أبوها فنسبوا إليها يا سلام على السيدة عائشة عارفة أنه هي أولوية في حيات حضرة النبي لأنه هي أحب الناس إليه حاجة روعة تالت سلوك بقى الاهتمام بالمهم لشرك الحياة يعني أهتم بما يحب وما يكره يعني أعرف اللي بيحبه فأعمله وأعرف اللي بيكرهه فما عملوش شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول لي السيدة عائشة بيقول لي إني لا أعرف ماذا تكوني عني رضية وماذا تكوني عني صاخطة أو أنه بيقول إني لا أعرف غضبك ورضاك فإذا قلت لا يا رب محمد كنتي عني رضية وإذا قلت لا ورب إبراهيم كنتي عني صاخطة فقالت له إيه السيدة عائشة أبض على طول هي عرفت أنه مهتم بيها فقالت له إيه السيدة عائشة بي أبي وأمي صلى الله عليه وسلم والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله يعني إيه اللي حاصل يعني هي بتقول لها حضرة النبي ده كل المسألة مثلا ننبهجور إسمك لكن إيه اللي حاصل حبك في قلبي فأول ما فهمي هي فهمت أنه مهتم بيها في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كده والزك أنا بفهم بقى أن رسول الله كان في مهنة أهله لأنه بيقولهم أنه هم مهمين عنده فبيهتم بأنه هم مهتمين به مش أجي أسفة أنتوا بتأملوا إيه في البيت يعني لا ما ينفعش الحاجة دي مهمة أنا كمان أشارككم فيها وأحسزكم بأهمية دي طب كويس جدا جدا رقم خمسة بقى فن الغيرة بقى يا سلام على فن الغيرة فن الغيرة دوت لأن الغيرة في الحقيقة ليست هي الشك الغيرة أن أنا أحس أن يشيرك حياتنا عايزه يبقى معي على طول ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم على سيد بيكلم على سيدنا سعد بيقوله ما أتعجبون من غيرة سعد لأن سيدنا سعد قال لو رأيت رجل معمرأة اللي أضربته هو بالسيف غير مصفح عنه فبلغ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني من أجل ذلك ماذا من أجل غيرة الله حرم الله الفاحشة ما ظهر منها ومبطن حضرت النبي يقول أنه هو بغير ليه طيب لأن غيرة الواحد معناها أنه عايخاف عليه عايكون حريص عليه والغيرة دي فن في واحدة تيجي تقول لي في الإرشاد الزواجي ده مش مهتم بي فقولها ليه رتم بغيرش علي يا ممكن حد يقول لي كلمة وهو ما يهتمش هو كمان تقول لي ما بتغيرش علي بتشوف الناس بيقولوا لي كلامه ما عرفش إيه ولا مهتم ولا شايفة ولا شبه هي بقى إذن فن الغيرة كمان فالغيرة فن لأن لو ذاتت عن حد ده تخنق ولو قلت تبين إن شرك الحياة ولا حاجة رقم 6 بقى جودة الوقت المخصص يعني إيه جودة الوقت المخصص يعني الوقت اللي أنا بخصصه للشرك حياتي يبقى جيد كده قفل التليفون ومهتم بيه وبصص في عينه وكمان بقول له كلام حلو وكل الكلام ده زي ما رسلت النبي يسمع من سيدة عائشة حضرت النبي حضرت النبي الأمة وما أرسلنك إلا رحمة للعالمين يوعد مع سيدة عائشة فيسمع 11 قصة عن 11 امرأة بينها وبين أزواجها يا سلام وحضرت النبي يسمع خالص وبعدين يقولها في الآخر بعد ما يقول يسمع ده كله يقولها كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أنني لا أطلقك يا سلام على الاهتمام يبقى الوقت المخصص وقت محترم في جودة والسيدة عائشة كمان تسمع حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وتهتم كمان بسمع حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وتيجي تواسي حضرت النبي عندما يكون فيه شدة وكذلك ستنا مسلمة يهتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة مهمة كمان حاجة مهمة كمان إنه الحرص على الدعم وقت الشدة يبقى حريص على إنه يدعمه ويسنده وقت الشدة زي ما حضرت النبي كلم عن السيدة السيدة عائشة زي ما رسول لازم دعم السيدة عائشة في حادثة الإفك وكمان نتكلم عن دعم السيدة خديجة رقم تمانية الحرص على التنمية إنه يكون حريص على إنها تتطور وتتحسن كثير من الستات تقول ده شافني بدبل وماهتمش إنه يحسني ويخليني أحسن رقم تسعة التعبير عن الاشتياق دايما ويتفقد حبيبته يتصل بين غير السبب يتصل بس عشان يبينها لو مشتق إليها زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده ويسأل عن السيدة عائشة ويسأل عن يبين اشتياقه للسيدة عائشة آخر حاجة هو فن التجديد الزواجي يعني إيه فن التجديد الزواجي إن إحنا نعمل مفاجآت ونعمل حاجات جديدة الحاجات الجديدة دي بتحسس الشخص إنه لسه حريص على علاقة ولسه العلاقة دي حية ما بتموتش ولسه العلاقة دي ما بتتبلش العاشر حاجات دي اللي احنا اتكلمنا معاكم معانها هو ده فن ومهارة الاهتمام الزواجي الكلام محتاج إنه يبسط أكتر من كده لو قلتنا على صفحتنا إن إحنا محتاجين في كل نقطة من النقاط دي إن إحنا نبسط الكلام هنبسطه لإن إحنا همين إن إنتوا تبقوا مبسطين وتبقوا سعداء لإن إنتوا أصحاب السعادة والسعادة حقيقة والاهتمام الزواجي أحد أهم مفاتيح السعادة الزوجية يا رب زيل عنا الهم واجعلنا كلنا من أهل الاهتمام بشركاء حياتنا عشان حياتنا تتملي سعادة وتتملي نور بمددك يا مولانا دائما نعيش في السعادة ونعيش في الجمال بفضلك وبكرمك وبمددك لبيوتنا بالمودة والرحمة بعد الفاصل نلتقى بحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي عن انتظر منكم تقولوننا لو أن احنا محتاجين نفصل في النقاط العشرة لمهارة الاهتمام الزواجي اللي هي أول سلوك من السلوكيات هو بيان الاهتمام وأهمية شريك الحياة وأنه قيمة مضافة تاني حاجة سرعة التلبية للاحتياجات تالت حاجة قلنا أنه يبين أنه هو أولوية أن شريك حياته سواء كان الزوج أو الزوجة هو أولوية في حياته رابع حاجة الاهتمام بالمهم سواء الاهتمام بما يحب وبما يكره خامس حاجة فن الغيرة وده شيء مهم جدا 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 عندنا سادس حاجة جودة الوقت المخصص أن الوقت المخصص ده يبقى وقت محترم وقت مش وقت الهامش لكن وقت أساسي سابع حاجة دعم والمسندة في أوقات الشدة سابع تامن حاجة الحرص على التنمية والحرص على تنمية المهارات وتحسين القدرات وخاصة لو كان في حد في الجانب التعليمي أو في جانب العمل تسع حاجة التعبير عن الاشتياق والتفقد هي فين موجودة مش موجودة رحتي اتأخرتي مش من باب النواب يخنوها لكن من باب النواب يحسسها أن هي مهمة وأن التأخر ده والتأخر بيحسسه بالشوق إليها آخر حاجة فن التجديد الزواجي نحن نعمل مفاجئات ونصنع ذكريات وده شيء مهم جدا جدا لو قلتنا أن احنا محتاجين نفصل في العشر النقاط دي نفصل فيها ولكن نسمع أول اتصال من عندنا ومعانا الأستاذة سارة من البحيرة أستاذة سارة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا حكيت طويلة شوية مع السياسية أنا نسمع بما يسمح به الهوى لأن مش هنقدر أنا متجوزة بقالي 13 سنة وعند ثلاث أولاد وجوز بخيل في كل حاجة في مشاعر في فلوس في أكل في شرب في لبس للعيال في الاهتمام بالعيال وحتى مفيش أي حاجة وكل حياتنا مشاكل وحاولت أن تحرك كذا مرة سلم يا رب اوعي يا بنتك كلام ده وأقولك حاجة مفيش حاجة تسوى أن أنت تهدري نعمة ربنا مش هقولك أن أنت زي ما بيقول الناس تكفر ما الكلام ده مش بنقوله خالص ومفيش حاجة يا بنتك تساوي أن أنت تضيع نعمة ربنا عليك بالحياة حاجة خالص ايه؟ ومش ربي يصرف علي وأعمالي شهرة ربية رح يقولي السيوخ ده ده بتعمل حاجات غلط عشان ما أخدش أي حاجة عشان ما يبس لي أي حق خالص طيب اسأليني سؤال يا أستاذ صار نعم اسأليني سؤال أنت عايزان أوجيه له كلمة ولا عايزاني أقولك تعملي إيه؟ حكم الزوكت ده حكم الزوكت ده هقول لي حضرتك كل حياتنا مشاكل كل حياتنا مشاكل وكذا مرة عاوز أطلق أطلق بس أنا دلوقتي مش مش قادر أرجح تاني واخد عيالي مني ومش عارف أشوفهم بقى سهرين قاعدة عندي هقول لي حضرتك هقول لي حضرتك حاضر مش عشان الأساس صار ما هي اللي منتصلة بي مش إن المرأة هي اللي منتصلة بي أقولي الكلام ده لكن الطريقة دي طريقة بشوفها كتير اللي هي طريقة ايه؟ إن الشخص لما يكون بخيل وعايز يقلل تكلفة الانفصال أو عايز يقلل تكلفة الزواج يضخط على الزوجة بأولادها بلاش الطريقة دي؟ الطريقة دي في الحقيقة بتزود ظلمك ظلم يعني لو أنت عملت كده سواء بقى كانت الزوجة اللي عملت كده أو الزوج بس المرأة الزوج هو اللي عمل كده بلاش نستخدم الأولاد كارت ضغط على أحد من الطرفين لا الزوج ولا الزوجة ده من أكتر الحاجات اللي بتضيع الأولاد ليه؟ لأن الأولاد بيحسوا إنهم في الحقيقة ملهمش لازمة بدل ما كنا نعيش الحياة الزوجية علشانهم لا ده احنا بنعمل ايه؟ بنحولهم كسكينة بندبح بيه الطرف الآخر أو خنجر أو مسدس نهدد بيه طرف الآخر عشان يستجيب لحاجاتنا ودوت عين مخالفة كلام حضرة النبي حضرت النبي قال كلكم راعن وكلكم مسؤولن عن راعياتي أنا آسف يعني الشخص ده لو هو سمعني كان يكفيك ظلم البخل لكن تضم إلى ظلم البخل كمان ظلم إن أنت تضيع أولادك هتروح فين؟ الظلم وظلماته اليوم القيامة والظلم بيمحق البارك يا سيدي أنت قدرت دلوقتي تضغط عليها دلوقتي وتطلعها وتخليها يا سيدي تخلعك أو تخليها يا سيدي تطلع منك على الإبراء أنت فاكر كده أن أنت سعدت أنت فاكر كده أن أولادك مش هيقدروا ده يا جماعة خلاص الحاجات كلها بتتسجل الأولاد أكبر ذاكرة للآلام والأوجاع بالله عليكم بلاش تصنعوا ذاكرة من الآلام والأوجاع هذه الألم والأوجاع ما بتروحش كل حاجة بتعملها دلوقتي هتتسجل في بطن أولادك والولد اللي علمك حضرة النبي إنه هو ممكن يكون فاتحة خير عليك حتى بعد انتقالك أو ولد صالح يدعو له الباب ده هيتقفل مش هيتقفل بس أنا أعرف أولاد بيدعوا على أباهم لأنهم ضيعوهم أعرف أولاد ما بيطقوش يسمعوا أو أسماء أباهم لو أنت عايز تبقى من الصنف ده في الدنيا ولو عايز تقف أمام الله عليك جبال من المظالم اعمل اللي أنت بتعمله ده لو عايز ترجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب الله على من تابه وأول حالة تتوب منها بخل يا أخي بتبخل على مين هو اللي أنت بتبخل بيه ده بتبخل بيه وتتدخله لإيه يا أخي هذا البخل لا يزيده في العمر ولا يغني الإنسان بل يجعل الإنسان أسير حبيس بيجري ولا حاجة لا تسوي شيء تخلص يا أخي من البخل وتوكر على الله وربنا إن شاء الله يصلح صدرك وبنتعي لك أن ربنا سبحانه وتعالى خلصك من الآفة اللي في الحقيقة بتقتل المشاعر وسبحان الله احنا بنتكلم عن الاهتمام ومن الاهتمام الأنانية والبخل فجيت لنا حضرتك وانت بتضيع من تعول بتضيع سجدك وبتضيع أولادك توب إلى الله واتق الله سبحانه وتعالى ورجع الأولاد لأمهم حرام عليك ده ظلم عظيم واتق الله أنت ترتكب الحرام عندما تبعد الأولاد عن أمهم وكمان أنت ترتكب الحرام عندما تبخل على أولادك وتمنعهم حقهم وتمنعهم كمان حق أنهم يكونوا في دفء الأسرة توب إلى الله سبحانه وتعالى وربنا باب التوبة مفتوح ولعلك تدخل في اللي يتكلم عنه من الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يبدلوا الله سيئاتهم حسنات معنا الأستاذ أمو ماريام من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام عليكم حكاة تفضلي أمو ماريام زيك يا دكتور عمر أهلا وسهلا بحضرتك يا فاندي لو سمحت يا دكتور عمره عندي سؤال وطلب السؤال هو عن الحلقة اللي حضرتك كلامت عليهم العشرة النقاط لو مش موجودين أصلا في حياة الزوج والله الحاجات دي بتخوفني بس أنا مش ناو أخاف أنا بس أقول لك حاجة أزا ممر لا على فكة يا دكتور عمره دا الواقع على فكة بتاع أغلبية الستات يعني والله أعلم الستات والرجالة بس أقول لك حاجة أنا ليه بعمل كده أنا مصر إن إحنا نواجه مشاكلنا إحنا مش هنحط رأسنا في الرمل إحنا مش هنحط هندفل نفسنا إحنا مشاكلنا لازم نواجهها وإحنا هنعرض على الناس ونمدي إدينا من باب وتعاون وعلى البر والتقوى الناس أرادت دا أهلا وسهلا ما أرادتش دا هنفضل نزن على دماغها لغاية مما كل واحد فينا يعرف مسؤوليته يرجع على ربنا فأنتي بتقولي العشر نقاط ما لهم بقى مش موجودين راحت فين أم ماري؟ أم ماري مقافلت ولا إيه؟ فاسد؟ لا أم ماري مليس معانا عاية دكتور عمر هي كانت بس بتكلم ماري م اتفضل يا أم ماري كنت بقولك يا دكتور عمر العشر نقاط مش موجودين خلص فأنا كنت عايزة طلب حلقة مخصصة أو حاجة للزوج يتقل لي فينا يعني يعرف عقوبة يعني حضرتكو دايما تتكلموا عقوبة الست اللي هي مش تطيع بزها وربنا يبقى غضان عليها هم لنا لسه ايه؟ هم لسه ايه؟ هم لسه ايه؟ هم لسه ايه؟ يا ممار يوم لسه ايه؟ هم لسه ايه؟ هم لسه ايه؟ هم لان كنت بكلم مين؟ مش كنت بكلم الزوج؟ ولا هن مثل الازي عليهن بالمعروف نفسي خلقات مخصصة كده ليهم نفسي كده يعودوا يعني في الاول حضرتك بتقولوا كده بتبقى مخصص مثلا النهاردة عشر نقاط اي حاجة لا عقوبة الزوج اللي عند ربنا في اللي بيعملوا فينا ده بيفنانوا يا شيخنا بيفنانوا في ذلنا في اهانتنا مش هارفة حاسين احنا جواري عندهم والله والله لو احنا فعلا جارية وبيديها مرتب ما هيعملها كده طيب اقولك حاجة اقولك حاجة اقولك حاجة انا دلوقتي اكلم انت كده خلصت السؤال والطلب الاثنين مع بعض اوه اوه خليكي معايا يعني يعرفوا ايه اللي بيعملوا فينا احنا اولاد ناس برضو يعني نفسي يعرفوا اللي بيعملوا فينا ربنا هيوريهم ايه في الاخر نفسي يعرفوا بص يا مماري يبقى انا كده عرفت ان احنا ماشيين على الخط الصحيح اللي انت بتعمليه ده لو في اي بنامج تدريبي واحنا بندرب الناس كان طبيعي ان الناس تقولنا المشكلات دي طب تعالي بقى نحل المشكلة بتاعت حضرتك اول حاجة انت عندك وجع حقيقي وياجب وياجب انا بقول للزوج اللي سمعني زوج حضرتك وكل الازواج لما زوجتك تيجي تقولك اللي بتقوله دلوقتي ده ان انا حاسة ان احنا كالجواري احنا حاسة زي ما عرفش ايه ما تجيش تقولها طب يلا بقى وتستبيع لان هي على فكرة ممكن ربنا يحق حسبك على ما في قلبها نعمل ايه ببساطة خالص نقول له احنا مش هنكدبك في مشاعرك بس نبتدي خطة للتغيير نبتدي نعمل ايه طب تعالوا نحط النقاط دي على اه لا والله العشرة النقاط دي انا في الحقيقة يعني العشرة النقاط دي هتبقى حاجة مهمة جدا ان احنا نعمل بها خطة التغيير لا والله انا ما بحسساش ان هي نعمة من ربنا انا بحسسها ان هي لا ضغط علي وبحسسها ان هي عبء لا ما ينفعش انت كزوج انت عايزة تطلع احسن ما فيها واحنا بنقول كده شوية قواعد كده في الرشاد الزواجي بنقول ان الزوجة المرأة بتطلع 25% من انوستها و 25% من المرأة اللي فيها وتتدخل 75% لا تخرجها الا اذا احسد بالامان والاهتمام فاذا احسد بده بتخرج ده فاذا كنت انت عايز انسان يكون مسعد ليك فاسعده فالسعادة يا سيدي السعادة عملية تفاعلية عايز تبقى سعيد اسعد فتسعد يبقى انت لازم تعمل كده ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعاشروهن بالتفاعل فانا بقول للزوج احنا كتير من احيين بنظلم نفسنا قبل ما نظلم اعالنا ولذلك وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ما تظلمش نفسك ما تظلمش نفسك لما تمنع اشياء بسيطة ممكن تعملها وتحصو على قلب قلب شركة حياتك زوجتك النقاط العشر اللي احنا قلناها دي لو انك انت قررت ان انت تعمل الكلام ده في مدة تلت تشور الحياة بتاعتك هتبقى في اسعد ما يكون وبلاش بالله عليك وبلاش بالله عليكم حد يقول لي والله عملنا كده ومنفعش احنا مش راحين نشرب البتاع فنقول لي سخن ولا بارد احنا راحين عشان نعمله ونستمر عليه ولذلك يا كده ومضيم الطرق ان يفتح له انت لو عملت وستمرت عليه ولذلك خير العمل ادومه وانقل داوم عليه لكن انا عملته مرة فشركة الحياة فقد السقة بيقولك ده بيقيم علي الحجة ده بيعمله كده عشان يضحك علي لكن لو لقيك انت مستمر عليه هيقول لا والله والله انت تغيرت وانا كمان هتغير فلو سمحتم ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعون ان الراجل يضيع اهل فالحياة اللي احنا بنقولها من مدلك ايد بنساعدك ان انت ما تظلمش بنساعدك ان انت تكون رجل صادق مع الله سبحانه وتعالى ان انت عندك وصية لحضرة النبي وانت استوصيت بيها خيرا وهتعمل ده استوصب النساء يا خيرا فالله بنساعدك ولو حد عايز يطبق ده ومش عارف يطبقه يتصل بنا ونقول له يطبقه ازاي معانا كمان الاستاذة مننا من القاهرة هيا يا فندم مساء سلام عليكم سلام عليكم فندم اتفضل هيا يا فندم هقول يا حضرات بالنسبة للعشر نقاط اللي حضرتك اثرته طبعا هم في كل بيت مصري دلوقتي الفكرة بس الفكرة يا فندم ان في كل بيت مصري موجودين او مش موجودين لا مش موجودين خالص طبعا اكيد لا حول ولا قوة الا بالله اكيد اكيد العشرة والله بلا مبالغة حصيتك يا فندم المبني انا وصلت معي لاخر حاجة وهي كل واحد في حاله بقى يعني ايه الهدر انا في مكان استاذة منا ممكن تسمحيني ناخد وندي مع بعض يعني هو العشرة مش عنده ما نتطورش حضرتك انا بحبك قديه ايه يا حيزة حضرتك يعني العشرة مش عنده وكم واحدة عندنا وكم واحدة مش عندنا انا كمان مش عندي انا كمان والله يا خدم انا مش عشان حضرت النبي دايما كان بيعملنا ايه حضرت النبي في الحياة دايما كان بيعملنا حاجة اسمها المراية وده تدريب بنعمله في الارشاد الزواجي ايه المراية حضرت النبي لا يؤمنوا احدكم حتى يحب لي اخي ما يحبه لنفسي فاقف ايه ده في المراية اقول العشرة دولا موجودين عندي ايه موجود عندي منهم طيب ولا كانوا موجودين كلهم والله يا خدم طيب وإن اللي وداهم وإن اللي مشاهم هو دولا مشتعطة يعني انا انا كل حضرتك ما اسمع حب الرسول عليه الصلاة والسلام لزوجه خاصة من عائشة طبعا انا ببكي انا ببكي فعلا فعلا الحاجات دي يعني مش موجودة في عالمنا ده نهائي لما في الجنة بقى نبحث عنها في الجنة ان شاء الله والله وعشان كده الحلقات بتاعتنا على فكرة احنا الحلقات بتاعتنا اسمعها ان الحب بحقيقة وده موجود في الدنيا والله وفيه ناس بتعمله يعني خلينا اقولك بفيه ناس بتعمله كان موجود والله يا فنز والله يا مولانا كان موجود يعني خلاص طيب ايه السؤالك بقى السؤالك يا سيد مينة اه انا في منطقة ذاتي قل عودة يعني ايه مفترق طرق احنا وصلنا خلاص مفترق طرق فعلا فعلا لان السن عدة كمان السن العمر العمر حضرتك يعني سلس السنك وهو اتجاوز مرته ومرة منها عرفي ومرة خيانة يعني حاجات كده فانا يدو عليه يعني بيدو عليه يعني بيدو عليه فيه بجد بيتأمين موتوا من سوء معاملته ليا. من سوء معاملته ليا فاني طبعا بنيهاهم عن الكلام ده سؤالك ياستاذة من السؤال هل علي كده اخهز من القتر الاسود القلم الاسود الذي انا شايفه انا 자يا انا ولاد انا اهز اخبر ان ان تأخص نعم انا فبتت البيت كزا بره على فكرة انا فبت البيت كزا وره بس لل اسف جاءت لل اسف جاءت لا مش للأسف السؤال بقى السؤال بتقولي لي ايه نعم بتقولي لي ان انتي حرام عليك ان انتي تعمل ايه ان انا اهجر كل واحد في قوضة تهجر يعني تسيب البيت وتمشي لا لا الهجر والهجر لما رجع اه يعني تتوقفي عن العلاقة الخاص اسوأ انواع الهجر حضرتك يعني طيب حاضرة اقول لحضرتك اقول لحضرتك اقول لحضرتك طيب اه انا مش عارف اقول ليه ان واضح ان الحلقة مش هتكون اخر حلقة عن الاهتمام يعني انا 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 انجيت للحق انا متوجع يعني انا ارجوكم انقذوا بيوتكم ارجوكم انقذوا بيوتكم كده يعني ده 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 لله يعني انت لو قاعد بتبص في الموبايل بتاعك او منتظر الماتش او لو سمحت يعني بعد اذن حضرتك يعني لو قاعد على قهوة قوم لو سمحت إلحق بيتك انت مش انت ربنا سبحانه وتعالى مش جايبك هنا عشان تسيب كل حاجة تتحل بالزمن مفيش حاجة تتحل بالزمن هتتحل بانك انت تقوم بواجباتك تقوم بواجب عليك قوعة تقول لي انت مشغول او انت قوعة تقول لي ان انت مشغولة ربنا بيوسع عيد هيكلة وقتك عيد تنظيم وقتك مرة تانية انا بقول لكم احنا عندنا تجارب وعندنا ابحاث بتقول ان احنا بنعيش 4% من حياتنا بس و96% بنعيش حاجات ولا ليها لازمة وحاجات مش حياتنا ارجوكم استردوا استردوا تاني مرة تانية الدفء والحب والامان في البيوت اظن ان البيوت بتنادي عليكم اقول لكم حاجة بقول سواء للزوج او للزوجة مش هينفع ان البيت اللي ربنا سبحانه وتعالى ملاب المدد وملاب النور يجي يشاهد عليكم يوم القيامة البيوت الباردة اللي ما فيهاش اهتمام ده واجب عليكم منتو الاثنين ترجعوا الاهتمام اليها ترجعوا الدفء اليها والاولاد اللي مشاعروا ما تتجمد وخاطروا ما يتكسر مسؤوليتكم منتو الاثنين اتقوا الله سبحانه وتعالى انت استمري في الخير اللي انت بتعمليه وانا مش هقولك لا تهجري ولا كمان تتطلقي لكن هقولك حي واحدة بس تعالوا انتو الاثنين زي ما امركم الله سبحانه وتعالى تعالوا للخبير تعالوا للحكيم تعالونا نتكلم مع بعض انا عارف ان فيه وجعة وانا عارف ان فيه حد ظلم بس مش كل محد بيظلم لازم تكون هي دي النهاية احنا عندنا حاجة اسمها اسباب كتيرة بنكمل عليه وعلى فكرة انا مش بقولك ان انت تتظلم وترتب الظلم لا تعالي نعدل مفهوم الزواج عند زوجك وان الزواج ما بيدرش على حد الزواج بننتقل فيه من الانا الى النحن وان زيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا نحس بان احنا قدي ايه مع بعض فعشان كده عشان ننتقل من الانا لنحن كل واحد فينا راعي راعي عن اندمج وبقى مسؤول عايزين نتقل الله سبحانه وتعالى في بيوتنا لا احنا هنعمل حلقات تانية احنا هنعمل حلقات تانية عن الاهتمام لان واضح ماينفعش ان كل الاسئلة اللي جاتلي كلها بتتكلم عن الاهتمام احنا نفضل نتكلم في الموضوع ده احنا عندنا بيوتنا مش بس امن قوم احنا بيوتنا ضرورة حياتية وعبادة ربانية البيوت عندنا مساجد ماينفعش نخرب المساجد البيوت عندنا بنقبض ربنا فيها واحنا نستمر عشان نعمر بيوتنا حضرت النبي لما قال لنا لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر ويجعلوا لها حظة من الصلاة ما كانش أصد الصلاة بس كان أصد كمان الخلق والاهتمام والرحمة والمودة والسكينة لازم ترجع بيوتنا مرة تانية فيها أمان فيها اهتمام فيها احترام فيها تأذير وإحنا نساعدكم ونكون معكم وإحنا حسين إن ده واجبنا ونشتغل عليه إن شاء الله يا رب املى بيوتنا يا رب أمان وملى بيوتنا اهتمام وملى بيوتنا احترام وملى بيوتنا تأذير واجعلنا يا رب مدد لأهل بيوتنا لا فينا واحد يتجرح ولا فينا واحد يتكوي ولا فينا واحد يتوجع ولا فينا واحد يحاول يقضي على حياته ولا فينا واحد يكره ولا يحبط يا رب اجعلنا سند لأهل بيوتنا عشان بيوتنا تكون مسبحة بحمدك ومسبحة كمان وحمدك وشكريك على نعمة ان انت جعلتنا بيوت وجعلتنا أسر تحفظنا وتحمينا من تقلبات الأيام ونبضل دايما في مددك يا جميل يا ودود يا رب العالمين